والآن إلى جولتنا الإخبارية حيث أكد رئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة تغليب لغة الحوار في الأزمة الروسية الأوكرانية مشددا على دعم مصر لكافة المساعد الدبلوماسية التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا من أجل الحد من تدهر الموقف والحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجره رئيس السيسي مع رئيس الروسي فلاديمير بوتين حيث أكد رئيس السيسي استعداد مصر لدعم توجه الدبلوماسي من خلال تحركاتها الحتيثة في هذا الشأن سواء تنائيا أو على صعيد المتعدد الأطراف كما أكد رئيس السيسي متابعة مصر باهتمام بالغ للتطورات الميدانية المتلاحقة والأولوية القصوى التي تليها مصر لسلامة وأمن المواطنين المصريين المتواجدين في أوكرانيا معربا عن تقديره للإجراءات التي اتخذها الجانب الروسي لتيسير خروج المواطنين المصريين والتطلع لمواصلة توفير المساعدة الممكنة لهم بما يضمن سلامتهم وأمنهم وأوضح المتحدث الرسمي وباسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول تبادل رؤى بشأن آخر التطورات على صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية إلى جانب التباحث بشأن سبل تعزيز مختلف أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين فذلك من خلال المشروعات المشتركة التنموية الجارية بينهما وخلال الاتصال أكد الجانبان متانة علاقات التعاون التاريخية والراسخة التي تجمع بين مصر وروسيا في مختلف المجالات إلى جانب علاقات الصداقة بين البلدين على المستويين الرسمية والشعبية موسيقى أنت موت يا عمد يقولي يا ماما أنا موتيش أنا اترقيت عضن ورف بي سيبقون كان بيقولي ده آخر حضني موسيقى يقولي نايزي تتلعي دكتورة في دامعة نزلها نزارة كان على يقين أنه هايزي تتلعي موسيقى ما لازم ناخد حقه لازم نكمل موسيقى التمن ده اللي هو دم وروح قدم عشان الدولة دي تبقى دولة ودايما كنا بنفكر في فكرة واحدة بس ان الارهاب لازم يموت دلوقتي وبأيدينا وتحت رجلينا عشان ما يتقلش لأي مكان موسيقى تسع مارس يوم الشهيد والمحارب القديم عطاء وخلود خلال كلماته ضمن فعاليات الندوة التتقيفية الخامسة والثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيدة اكد الرئيس عبدالفتح السيسي ان شهداء قدموا ارواحهم ودماءهم لكي تبقى مصر وقال رئيس السيسي ان العهد للشهداء هو المحافظة على مصر بما يليق بدمائهم وارواحهم العهد مننا ان احنا زي ما هم حرصة ان هي مدعش احنا كمان كمان نحرص على ان هي تفضل موجودة مش موجودة بس كده لا موجودة بما يليق بدم كل شهيد وارواح كل شهيد وحول تضحيات رجال الجيش والشرطة اكد رئيس السيسي ان الشهداء والمصابين قدموا ارواحهم ودماءهم لاستقرار الوطن فقال رئيس السيسي انه اتخذ قرار الحرب والبناء عندما بدأت المعركة مع الارهاب عامي 2013 و2014 الارهاب في 2013 و14 بالغاية يمكن شهور قليلة مضت كانت كل الناس كل المصريين ويفتكروا كده كانت الناس بتقول يا ترى الموضوع ده هيفضل كده على طول ولا ايه هو الكبوس ده هياخدنا وياخد اولادنا ولا ايه وكت واسخ من الله سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن ابدا الشر ابدا ليمكن ابدا ينتصر على اهل الخير اهل الشر مش ممكن مهما كان بشاعد وقسود وغباء وجهل تصرفهم وعدوانيتهم لا يمكن ابدا هتنجح في النهاية الخير هينجح وكان برضو من ضمن الكلام اللي احنا اتحركنا فيه قلنا يا ترى نحاربهم وانت البلد تستنى كده ولا نحاربهم والبلد نبنيها كده فكانت القرار لا احنا هنحاربهم وحنبنيه واكد الرئيس السيسي ان معدلات التقدم في الجيش والشرطة لم تتوقف وقال سيادته انه تم الاستمرار بنفس المعدلات بل زادت ومعدلات التقدم في الجيش والشرطة لم تتوقف لحظة فيه اصعب الاوات فيه اصعب الاوات وفيه اكبر نسب خسائر تحقاقت لم يتوقف ابدا لجندي ولا ضابط صف ولا ضابط نفس المعدلات هي هي ويمكن زادت وانا مش مبارغ لما اقول لكم كده يمكن تكون زادت فالحقيقة يعني الشعب اللي يعمل كده ده بيبقى كرم من ربنا ولازم ربنا كمان يساعده كما اكد رئيس السيسي ان مصر الحرة تستحق منا كل فداء وتفان وتضحية وقال الرئيس السيسي ان هذا اليوم المشهود يتم فيه تكريم ليس الشهداء فقط ولكن عطاء الصامدين الذين يحملون مسئولية هذا الوطن ان مصر الحرة الكريمة تستحق منا كل فداء وتفان وتضحية ويمثل الاحتفال بيوم الشهيد في كل عام مناسبة متجددة لتكريم ابناء مصر المخلصين الذين ضحوا من اجل هذا الوطن الخالد ليستمر نابضاً بالحياة مثمراً بالخير والسلام والنماء ولذكر معاً تلك التضحيات التي قد لا يشعر بحجمها الهائل إلا من قدم لمصر شهيداً أو مصاباً روى بدمه تراب هذا الوطن إن هذا اليوم المشهود هو يوم نكرم فيه ليس فقط أرواح من استشهدوا من أبطالنا الأبرار من رجال القوات المسالحة والشرطة البواسل أو أي مواطن يؤدي دوره بتفان وإخلاص على اتساع الوطن وإنما نكرم فيه أيضاً عطاء الصامدين الذين يحملون مسؤولية هذا الوطن ويصلون الليلة بالنهار ليحيى شعب مصر العظيم في سلام وأمان واستقرار وحول أداء الاقتصاد المصري قال رئيس السيسي إن مصر واجهت ضغوطاً شديدة على الاقتصاد الوطني وهو ما تم التصدي له من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي وأكد أن إجراءات الإصلاح بدأت تؤتي ثمارها في زيادة معدلات النمو التي يحققها الاقتصاد المصري فلقد واجهت مصر ضغوطاً شديدة على الاقتصاد الوطني وهو ما تصدينا له باتباع إجراءات هيكلية وإصلاحية شاملة بدأت تؤتي ثمارها في زيادة معدلات النمو التي يحققها الاقتصاد المصري وذلك بالتوازي مع جهود القوات المسلحة والشرطة في محاصرة الإرهاب وكسر شوكته ويشهد العالم بأسره بما حققناه من إنجازات في مواجهة تلك التحديات لتمضي مصر في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لبداء وطن قوي متقدم في جميع المجالات وحول العرض المصرحي رسالة نور الذي تم عرضه ضمن فعليات الندوة التتقفية الخامسة والثلاثين للقوات المسلحة أعرب رئيس السيسي عن شكره لأبطال العرض والذي استعرض قصة أسرة تتلقى خبر استشهاد ابنها الضابط فقال الرئيس السيسي إن العمل الدرامي دائما يوفر فرصة لتسجيل وقائع لا يعيشها البعض عيشتونا في الحقيقة اللي بتعيشها أسر كتير بتقدم ابنها شهيد أو حتى مصاب فالعمل الدرامي دايما بيدي فرصة لنا كلنا إنه يسجل وقائع يمكن إحنا مش بنعيشها كلنا لكن بالطريقة ديت بتتنقل بتدخل كل بيت ويشوفوا الناس قد إيه التمن اللي دفعته أسر بعد ما ربت وكبرت وعلمت وضحت وقدمت وبعدين يعني بقى اللي قدمته شهيد هو بقى مصاب بعد ما كان ملو الدنيا بقى شهيد وهو ملو الدنيا برضو هو شهيد ملو الدنيا برضو لكن هم الأهل بيبقى طبعا فرق الإبنة أو الزوج أو الأب صعب فأنا بشكركم الحقيقة على ده وبقول لكم أنا الكلام ده قلته قبل كده إن ده مصريين اللقطة دي أو الفقرة دي بتورينا قد إيه إن فيه تمن كبير أو الدفع عشان إحنا كلنا نعيش وحول حياة الضباط واستعدادهم للشهادة قال رئيس السيسي إن كافة ضباط الجيش والشرطة يعيشون حالة محتملة للشهادة وأكد رئيس أن حياة الشهداء كنز من الوفاء والإنسانية كل ضباط الجيش والشرطة بيقولوا اللي بيعيش معهم حقيقة أو حتى صف الضباط الجنود بيقولوا الكلام ده بيقولوا له مع نفسهم لأن هم عايشين حالة حالة محتملة للشهادة فهم عايشين فكرة الشهادة وكده فبيقولوا الكلام ده مقبل غير مدبر والسلاح في إيدي وأموت وهي تعيش الكلام ده هم بيقولوا صحيح ولو أنتم رحتم شوفتم الوحدات ديت سواء كان في الهنة اللي موجودة في مصر أو اللي موجودة جواسينا حتجدوا الكلام اللي قالوا النور ده حقيقي والأفلام اللي بيجيبوا حتى كدراما هو بيعكس الواقع اللي شببنا عايشين وعنده زوجة وعنده طفل محتمل آه لكن ما قالش حاعد لغاية لما الطفل يجي رجع وده حقيقة بتحصل كتير ولو النهاردة الشؤون المعنوية سواء في الجيش أو الشرطة جابت القصص الحقيقية لكل شهيد هتجدوا كنز من الوفاء والإنسانية واللي ممكن يقدم للناس يقولون لهم شوفوا دي بيوت مصرية دي بيوت مصرية عادية خالص متوسطة أو حتى أقل من متوسطة وضمن فعليات الندوة التتقيفية كرم رئيس عبدالفتاح السيسي أسرى الشهداء من القوات المسلحة كما كرم رئيس السيسي الأمة المثالية خلال تلك الندوة موسيقى ومع بدء الندوة التتقيفية الخامسة وثلاثين القوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد شهد الرئيس السيسي سلام الشهيد من أماكن مختلفة بأنحاء مصر نوجه لهم التحية من أماكن متعددة من ربوع مصر فسلاما على أرواح الشهداء سلام الشهيد سلام اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة 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 تتقيفية للقوات المسلحة للاحتفال بيوم الشهيد وأثنى على ما قدمته أسر الشهداء من تضحيات كيف تابعت كلمة السيد الرئيس من حيث الدلالات والرسائل هو بالطبع النهاردة يوم عظيم في تاريخ العسكرية المصرية هو يوم الشهيد يوم لولا الشهداء ودماء الشهداء ما كان هناك وطن أصلا مصر اتعرضت للعديد من الرحوم والعديد من الأزمات ولكن كان رجال بواسل يقفون يواجهون بصدورهم كل الطلقات اللي بتواكع إلى الدولة المصرية من أجل البقاء الدولة ومن أجل حالة التنمية والبناء داخل الدولة المصرية فهو في البداية يوم عظيم بالنسبة لمصر طبعا طبعا النهاردة الرئيس كان في كلماته وفي بدايتها هو تحدث عن الحوارات اللي دارت بينه وبين الأسر المصرية أو أسر الشهداء وهم بيستلموا درع التكريم السيد الرئيس وأسموا على الدولة المصرية وقالوا أن هم هيكونوا فدى الدولة وحتى الأباء نفسهم قالوا هذا الكلام قالوا نحن فداء لمصر فطبعا دي حاجة عظيمة جدا جيل بيسلم جيل من أجل حماية والحفاظ على الدولة المصرية من أجل تنمية الدولة المصرية لو لا شهداء الحرب على الإرهاب ما كان فيه تنمية وما نشهده في مصر في الوقت الحالي من تنمية وعطاء داخل الدولة المصرية طبعا ده شيء مهم جدا وده شيء بيؤثر في وعي المواطن المصري ووعي الأسر المصرية طبعا بالكامل بعد هذا الكلام وبعد هذا الحديث اللي دار بين الرئيس وبين أسر الشهداء وطبعا اليوم يوم عظيم بالنسبة للدولة المصرية وأيضا ينمي الوعي لدى المواطنين المصريين نحن في الوقت الحالي الحروب فيه طبعا حروب العسكرية ولكن أيضا الحروب الأخرى اللي هي بتؤثر على الاستقرار الدول وبتؤثر على السلم الاجتماعي داخل الدول اللي هي حرب المعلوماتية وحرب الجيل الرابع والجيل الخامس من شائعات ومن أكازيت وبس من أكل سعزاعة واستقرار الدول فيجب أن يكون عند المواطنين الوعي الكافي من أكل مواجهة هذه الحرب كما بالضبط رجال القوات المسلحة وشباب مصر وزينة شباب مصر زي ما قال سيادة الرئيس النهاردة بيواجهوا العمليات الإرهابية وبيواجهوا كل ما يهدد الوطن من عمليات عسكرية وبيضحه في سبيل هذا الوطن وطبعا هذا زي ما بقول أنه هو طب الفعل يوم عظيم يوم وفاة وعرفان بدور الشهداء من الجيش وشرطة رسالة جميلة عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام شكرا جزيلا لك من صغره كان مختلف ولجل الحق به يتحلف والوقت يفوت والعجل الدور وجه عليه الدور وبقى أمان وطنه همه وإنه يفديكم بدمه لحد ما نال الشهادة وكان على وشه السعادة مرحش بلاش وفي قلب نعاش تسعة مارس يوم الشهيد والمحارب القديم عطاء وخلود نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكريين ندوة تتقيقية للوزرات والهيئات بعنوان بناء وطن وذلك برعاية قداسة البابا توادرس الثاني بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنمية روح الولاء والانتماء لدى مختلف قطاعات الشعب المصرية كما نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكريين ندوة تتقيقية بعنوان الإيمان والأوطان في رحاب مشيخة الأزهر الشريف برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف كما تقدم الأزهر الشريف بخالص التهنيئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الجمهورية وإلى رجال قواتنا المسلحة البواسل بمناسبة يوم الشهيد وأكد الأزهر في بيانه أن يوم الشهيد هو وفاء وتكريم للشهداء الأبرار الأبطال ودورهم في الحفاظ على أمن الوطن وحمايته واستقراره وهو تقليد رفيع للدولة المصرية التي تقدر شهداءها وتعتز بهم وتربي في نفوس المصريين يوما بعد يوم معنى البذل والعطاء والتضحية دون مقابل كما تقدم الأزهر بخالص التحية والتقدير إلى أمهات وأسر الشهداء والمصابين الذين ضربوا أروع المثل في الصبر والوفاء وقدموا لمصر فلذات أكبادهم تقدمت منظمة اليونساف بوافر الشكر والتقدير لسيد انتصار السيثي قرينة رئيس الجمهورية لرعايتها للمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوي والتي تدعمها يونساف وهو ما يعكس مساندتها لحقوق الفتيات وإيمانها بقدراتهن كما أوضحت المنظمة أن تلك المبادرة تعكس حرص القيادة السياسية على أن تحصل كل بنت في مصر على فرص متساوية للوصول للمهارات والخدمات لكي تحقق أحلامها ولكي تساهم في مشروع تنمية الأسرة المصرية كجزء من تحقيق رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة هذا يتم تنفيذ المبادرة الوطنية دوي في 21 محافظة في مصر وتتيح للفتيات التعبير عن النفس وتنمية المهارات الحياتية والتعلم الرقمية وهو ما يخلق مجتمعا أكثر إنصافا وازدهارا توجه سفير مصر في المجر محمد الشناوي وبرفقاته أعضاء السفارة أمس إلى مطار بودابست لتوديع مجموعة جديدة من المصريين القادمين من أوكرانيا والمتوجهين إلى مصر على متن رحلة مصر للطيران كانت سفارة مصر في المجر قد تقدمت قدمت لأربع عشرة مواطنا كافة التسهيلات اللازمة لضمان سلامة عودتهم إلى أرض الوطن وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم كافة أشكال الدعم لمواطنيها في الداخل والخارج على حد سواء وتوفير كل ما يلزم من تدابير لضمان عودتهم سالمين إلى أرض الوطن ندد الكراملين بالحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية على روسيا بعد إعلان واشنطن حضران على الواردات الأمريكية من الغاز والنفط الروسيين ضمن عقوبات أخرى وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن بلاده ستدافع عن نفسها في وجه العقوبات الغربية مشددا على أنها ستبقى في الوقت ذاته موردا موثوقا فيه للطاقة هذا وأعلن الكراملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا مع أعضاء حكومته غدا لبحث سبل التوصل إلى إجراءات لتقليل تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي في المقابل حذرت روسيا الغرب من أنها تعكف على تجهيز رد واسع النطاق على العقوبات مشيرة إلى أنه سيكون سريعا ومؤثرا وينال من معظم القطاعات المهمة من ناحية أخرى نقلت وكالة الأعلام الروسية عن مدير إدارة تعاون الاقتصادي بالخارجية الروسية ديمتري بيرتشفاسكي أن بلاده تقلص استخدام الدولارات الأمريكية في احتياطيتها وتسوياتها الخارجية فذلك بعد العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو أكد رئيس الفرنسي إيمانيويل ماكرام وصلة بلاده فرض عقوبات على روسيا بسبب عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا مشاددا على جهود بلاده لدعم موقف أوروبي موحد لتعامل مع تداعيات الأزمة الإنسانية في أوكرانيا جاء ذلك عقب لقاء الرئيس الفرنسي مع رئيس وزراء هولندا في باريس حيث أكد روتا الحاجة لاتحاد أوروبي ونيتو قويين لمواجهة روسيا فضلا عن الحاجة لزيادة الصرف على الدفاع في أوروبا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عندما كانوا يتركوا في المنطقة للمنطقة للمنطقة. طلبت روسيا من الولايات المتحدة أن تفسر للعالم سبب دعمها لما تصفه بأنه برنامج بيولوجي عسكري في أوكرانيا وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن هدف العملية العسكرية نزع سلاح أوكرانيا مشددة على أن بلادها لا تسعى للإطاحة بالسلطة الأوكرانية هذا وشددت زخاروفا على أن بلادها تقوم بعمل كل ما في وسعها لضمان عبور اللاجئين مشيرة إلى عبور أكثر من 140 ألف لاجئ إلى الأراضي الروسية من جنبها أكد رئيس الأوكراني فولادمار زالناسكي أن مستوى التهديد لبلاده وصل إلى الحدود القصوى مشددا على أن أوكرانيا أظهرت منذ أسبوعين أنها لن تستسلم كما دعا رئيس الأوكراني مجددا الغرب لإمداد بلاده بطائرات من طراز ميك 29 واتخاذ قرار سريع بشأن فرض الحلفاء منطقة حضر طيران فوق بلاده محذرا من وقوع كارثة جراء التراخي في اتخاذ ذلك القرار أكدت بريطانيا أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تحقق نجاحا كبيرا في مواجهة الطائرات الروسية ومن المرجح أن تمنع روسيا من السيطرة على المجال الجوي وفي هذا الإطار أوضحت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات الروسية فاشلت في تحقيق أي نجاحات مهمة في القتال شمال غربي كياب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اتفق الروس والأوكرانيون على وقف لإطلاق النار حول سلسلة من الممرات الإنسانية لإجلاء المدنيين وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية إيرينا فيرشوك أن بلادها ستحاول إجلاء المدنيين عبر ستة ممرات إنسانية بما في ذلك من مدينة ماريوبولا الساحلية الجنوبية المحاصرة وفي بيان لها أوضحت بريشوك أن القوات المسلحة الأوكرانية وافقت على وقف إطلاق النار في هذه المناطق في فترة الإجلاء وحثت القوات الروسية على الوفاء بالتزاماتها بوقف إطلاق النار في تلك المناطق من جانبه أعلن رئيس بلدية مدينة إنري خودار بجنوب شرق أوكرانيا ديمترو أورلوف عن وقف مؤقت لإطلاق النار مما سيسمح بإجلاء المدنيين عبر ممر إنساني وعوضح رئيس بلدية إنري خودار أن إمدادات إنسانية سيسمح لها بدخول المدينة مشيرا إلى أن الحافلات ستنقل المدنيين الراغبين في المغادرة في طريق عودتها أعلن المتحدث باسم الحرس الوطني روسي أن الوضع في محطة زابرويجيا النووية تحت السيطرة مشيرا إلى أن الموظفين العاملين في المحطة يواصلون العمل كالمعتادة كانت السلطات الأوكرانية قد أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إدارة محطة كييف تغضع حاليا لتوجهات القوات المسلحة الروسية أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم 500 مليون يورو لشراء مساعدات إنسانية لأوكرانيا وأوضحت المفاوضية الأوروبية في بيان لها أنه سيتم تخصيص 90 مليون يورو من هذا المبلغ كمعونة إنسانية من بينها 85 مليون يورو لأوكرانيا و5 مليون يورو لمولدوفا وأتم بالفعل اتخاذ إجراءات لتقديم مساعدات غذائية ومياه شرب ورعاية صحية وتوفير المأوى للمساعدة على تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين أكد وزير الخارجية سمح شكري دعم مصر المتواصل للأشقاء الفلسطينيين على مختلف الأصعدة وكذا للخطوات المبذولة لتعزيز الوضع الداخلي وإنهاء ملف الانقسام الفلسطيني جاء ذلك خلال الاجتماع التشوري الذي عقده شكري مع نظيره الأردني أيمن الصفضي والفلسطيني الرياض المالكي وذلك على هامش اجتماع الدورة المئة وسبعة وخمسين لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ناقش الاجتماع تطورات القضية الفلسطينية على مختلف الأصعدة وما تشهده الساحة الفلسطينية من استحقاقات سياسية هامة كما تطرق الاجتماع من جانب آخر إلى أبرز مجالات التعاون بين مصر والأردن وفلسطين في المجالات ذات الأولوية وسبل مواصلة العمل من أجل تعزيز أطر العلاقات المتميزة القائمة بينهم تسلم وزير الخارجية والمغتاربين اللبناني الدكتور عبدالله ابو حبيب رئاسة الدورة السابعة والخمسين بعد المئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية وذلك من وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدفاع بالوكالة بدولة الكويت أحمد ناصر الصباح التي ترأست بلاده أعمال الدورة السادسة والخمسين بعد المئة للمجلس جاء ذلك خلال الجلسة العلنية لأعمال الدورة سابعة والخمسين بعد المئة لمجلس جامعة الدول العربية التي انتلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتناقش أعمال هذه الدورة أحد عشر بندا تغطي كافة جوانب العمل العربي المشتركة وكان وزراء الخارجية العرب قد استبقوا أعمال الدورة بعقد اجتماع تشوري لاستعراض القضايا والموضوعات المطروحة على جدول الأعمال حيث شارك وزير الخارجية سامح شكري في الجلسة لافتتاحية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزرية واستعرض وزير خارجية الكويت جهود بلاده خلال ترأسها لأعمال الدورة السادسة والخمسين بعد المئة للمجلس وقال إن بلاده سعت على مدى ستة أشهر إلى حجد التضامن العربي وتوحيد الرؤى والتنسيق إذا أكافت قضايا العمل العربي المشترك دعا المشاركون في الندوة التي نظامها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية حول تنمية الأسرة المصرية دعا إلى حجد الطاقات وإشراك كافة فئات المجتمع في حوار مجتمعي حول تلك القضية المهمة وأشدد المشاركون بالندوة على أهمية الوعي الديني والإعلامي لتحقيق أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يعد أحد أهم المشروعات التي تأتي في إطار بناء الإنسان أحد موارد فساد التنمية في المجتمع أنا شايف أننا لازم نعمل إيه؟ لازم كل الجهود تنصب على قضية التنمية عشان نقدر نتعامل ذلك وأظن أن هذا كان مراد في خامة رئيس أن نروح لشيء مش بس مدخل جديد لكن نروح نكتمع على شيء يجب أن نكتمع عليه وهو قضية التنمية فيحصل تحالف وتكتر على القضية فأنا متصور أن أبعاد ومداخل متعددة شيء مهم جدا 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 أنا كمان عايز أقول حاجة مهمة جدا في مسألة تم هناك مفهوم تم احتلالها اللي هو مفهوم مفهوم إيه؟ مفهوم إن هذا هو من التدين وهذا من القدر وهذا من الرؤ كل المفهوم دي لازم مفهوم عشان يحتل بيتم فيه تلت مراحل يحصل فيه اختلال المفهوم أو يحصل اختلال في المفهوم يتكلموا ومين قال كده؟ فيحصل اختلال في المفهوم بعدين يحصل ايه؟ اختزال المفهوم ده وكده بس فبعد اختزال المفهوم يعمل ايه؟ يروح نحتل المفهوم بمفهوم جديد خاص فعملية دي احنا بنشتغل عليها بشكل واضح جدا جدا في هذا السياق احنا بنتكلم في المشروع ده على خمس أبعاد فيه تمكين اقتصادي وتدخل خدمي وفيه منظومة إلكترونية وفيه تدخل تشريعي دول يمكن ما يبقاش لنا فيهم قوي انما احنا دخلين من المحور بتاع المحور الاساسي او البعد الاساسي في الموضوع بتاع رفع الوعي انه تاني بقول انه كل المؤسسات مدعوة للمشاركة في هذا الموضوع ربما يكون المجال اللي ممكن نعمل فيه اضافة اكتر احنا يعني كمؤسسة اكاديمية كاعلام كمؤسسة دينيها هو رفع الوعي تمكين الاقتصاد الوناس يشغالين فيه ومطروح افكار كتير في فرص العمل والتنكين الاقتصاد للمرأة والمشروعات متنهات الصغر وفيه التدخل الخدمي ايضا عند السكان واتاحة كل وسائل تنظيم الاسرة اللي كنا بنتكلم عليها يمكن في مشروع سابق قبل كده دعم القيم الايجابية في التشغيل والعمل اليدوي والفني بتهيأل البديل لعدم قدرة اسرة على التعليم العالي اللي مش مفوت كلنا تعليم تعليم عالي بتهيأل كده محتاجي بافيده ايه ها سمع لو انا جيت قلت الاب يا اخي اللي في ايده مهنة عمره ما عيش في مهنة عملنا ده هل اتكلمنا في ده يا فندم ما اتكلمناش فيه هل يا طارع هنا بقى بوجه كلامي لده الافتر التأكيد على ان اتباع الزواج في السن الشرعي مش قص الدين ضل صالح الفتاة ها قبل اي شيء اخر لانه الزواج المبكر اعتقد له ها بلوية اطفاء الطابع الايجابي انا من المؤمنين بالمدرسة الايجابية انا مؤمن بهذا خليني اشوف نفسي ها بشكل ايجابي انتلقت فعليات زيارات طلاب الجامعات والمدارس لمشروعات حياة كريمة بمحافظة اسيوت وقال محافظة اسيوت عصام سعد ان الزيارات الميدانية لطلاب المحافظة لبعض مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مراكز المحافظة تأتي ضمن خطة المحافظة للتعرف على المشروعات القومية والتنموية التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة والوقوف على معدلات الانجاز واهمية تلك المشروعات التي تم تنفيذها والتي يجري تنفيذها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة الرئيسية الكريمة لفخمة الرئيس الجمهورية سيدة رئيس عبد الفتاح السيسي احنا في احد المواقع اللي بيتعمل فيها المبادرة ده اللي في الخلف ده مجمع خدمات ومجمع زراعي طبعا هذه المجمعات هي بتخدم على اهلين في قرية الوسطى هنا في الفتح لما هنتكلم على المبادرة الكريمة لفخمة الرئيس هنقول ان احنا في قصيوت حاليا بيتم عمل بما يقارب الالف مشروع ألف مشروع في كافة المجالات المجالات الخاصة به الصرف الصحي المية مجمعات الخدمات المدارس الأبنية التعليمية وحدات الصحية الوحدات الصحية كمان على بإذن الله تعالى منظومة التأمين الشامل الصح الشامل بإذن الله تعالى بإذن الله اللي هتدخل بإذن الله أصول اللي بنتكلم على تأهيل الترع بنتكلم على كل الخدمات اللي المواطن كان عايزها أو كان منتظرها منذ سنوات طويلة مشروع من مشروعات الجهاز المركزي للتعمير اللي بنفذها ضمن مشروعات حياة كريمة في أسيوت في المرحلة الأولى احنا بننفذ مستهدف عندنا 149 قرية في 7 مراكز في محافظة أسيوت تكلفتها بالنسبة لجهاز المركز للتعمير 680 مشروع بتكلفة 9 مليار جنيه ده بخلاف طبعا مشروعات المياه والصرف الصحي والغاز والكرباء والاتصالات وطبعا دي كلها مشروعات بتخدم المواطن وبتحقق العدالة الاجتماعية للمواطن وحقه في معيشة كريمة ومن أسيوت إلى المنوفية حيث نظمت جامعة مدينة أسادات قافلة طبية متخصصة استهدفت قرية بير شمس بمركز الباجور بالمنوفية فقال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة خالد جعفر إنه تم توقيع الكشف على 162456 مواطنا مستفيدا من المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة مشيرا لأن القافلة قامت بتغطية 97 قرية بالإضافة إلى 291 عزبة وكفر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة عقد محافظ الفيوم أحمد الأنصار اللقاء المجتمعي الأول مع أهالي قرى مركز ومدينة الفيوم بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم وذلك للاستماع إلى أراء ومقترحات المواطنين والوقوف على مطالبهم واحتياجاتهم الضرورية وأشار المحافظ إلى أنه تم إدراج قرى مركزي الفيوم وطمية ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري وذلك بعد مراجعة كافة المؤشرات الخدمية والتنموية بالمركزين بشكل علمي ممنهج بناء على الاحتياجات الفعلية لقرى كل مركز على أرض الواقع ومشيرا إلى أن الدولة تسير بخطة جدة نحو تحسين كافة الخدمات لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين انطلقت قافلة علاجية مجانية بقرية النزل في أسوان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وضمت القافلة عشرة تخصصات مختلفة وأكثر من مائة وعشرين نوعا من الأدوية وتم الكشف على عدد كبير من المترددين وصرف العلاج بالمجانة وتحويل عدد من الحالات للمستشفى يتتابع لوزارة الصحة والمستشفى الجامعي بأسوان لإجراء جراحات وأشعة رانين مغناطيسي وتستمر أعمال القافلة بقرية النزل حتى غدا الخميس فكرة القافلة الطبية زي ما قلنا حضرتكم وصول الخدمة الطبية لأهلنا للناس في المناطق المحرومة الأكثر احتياجا الكشف والإعلاق بالمجان معنا تسعة تخصصات طبية مختلفة معنا صيدلية في أكثر من 130 صنف معنا اثنين معمل معنا طفائلات ومعمل الدم معنا خدمة الأشياء العادية معنا خدمة الصنار كل ده بيحصل عليه المواطن بالمجان أنا جينينا عشان نعالج الناس ببلاشوا نضيهم أدوية وفي بعض الحالات بتحتاج نحن نعمل لها عملية جراحية بنحاولها تابع المستشفيات الخاصة تابع وزارة الصحة وكمان في حالات بتحتاج نعمل لها أشعة زي رانين أو أشعة مغطاية كمان برضو بنحاول لها لأحد المستشفيات تابع الوزارة نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من إعلانات منسوبة لوزارة القوى العاملة تزعم تقديم عقود للعمل خارج مصر مقابل الحصول على مبالغ مالية وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة القوى العاملة وأكد أن أي فرص جديدة للعمل خارج البلاد يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على قنوات الاتصال الخاصة بوزارة القوى العاملة سواء على الموقع الإلكتروني أو على الصفحة الرسمية الموثقة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك مناشداً المواطنين ضرورة تتوخي الحذر تجاه محاولات النصب والإبلاغ عنها فوراً وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقانونية حيال هذه الوقاعة شاركت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي ومحافظ بنك مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في حلقة النقاشية إلى جانب رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أودل رينو حول تعزيز المساواة بين الجنسين في أوقات الأزمات وأكدت وزيرة التعاون الدولي أنه مع بدء جائحة كورونا كانت المرأة من أكثر الفئات تضروراً لذلك لجأت الحكومة إلى تطوير سياسات خاصة مستهدفة دعم المرأة وكانت مصر من أوائل الدول التي وضعت ورقة سياسات حول احتياجات المرأة أثناء الجائحة لافتة إلى أن العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعدد الأطراف والثنائيين تتضمن العديد من البرامج التي تستهدف تمكين النساء والفتيات والشباب ودعم صحة الأطفال لا سيما خلال جائحة كورونا من ناحية أخرى شاركت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى لتجمع أصدقاء العمل المناخي والذي يضم عدداً من الجهات الفاعلة ومنظمات المجتمع المدني والأطراف ذات الصلة بالتعاون متعدد للأطراف وذلك خلال زيارتها للمملكة المتحدة لعقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات مع شركاء التنمية والمسؤولين الحكوميين في إطار دفع العلاقات الاقتصادية لمصر مع شركاء التنمية واستعرضت وزيرة التعاون الدولي ما تقوم به مصر من مشروعات كبرى لدعم التحول نحو الاقتصاد الأهدر بمشاركة حتيتة من القطاع الخاص وتحقيق طموحاتها فيما يتعلق بالعمل المناخي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي على الدور المحوري الذي تقوم به الوزارة في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان 2030 والحد من الزيادة السكانية على المستويين المركزي والمحلي وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تدعم جهود المحافظات في تمكين الفتيات والمرأة اقتصاديا ومواجهة التصرب من التعليم والتنمية ومواجهة عمالة الأطفال وزواج القاصرات ومكافحة الأمية وزيادة وعي المواطنين تجاه الصحة الإنجابية وتحسين المستوى الاقتصادي والاقتماعي للمواطنين وتأهيل وتدريب الكوادر المحلية بالمحافظات لتصبح قادرة على إدارة البرنامج السكاني على المستوى المحلي ترأس وزير الزراعة واستصلح الأراضي السيد القصير اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة من ممثل الوزارات والهيئات المعنية هذا ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على سير في إجراءة تسجيل ملكية أراضي المشروع القومية واحد ونصف مليون فدان بالشهر العقاري لصالح شركة الريف المصري الجديدة حتى يتسنى للشركة إصدار العقود النهائية للمنتفعين تحقيقا للاستقرار الاجتماعي لهم وقعت فودافون مصر اتفاقية مع المتحدة للخدمات الرقمية الرائدة ووتش إت في مجال المحتوى والترفيه في مصر لإتاحة محتوى المنصة لشريحة أكبر من عملاء نظام فيليكس من فودافون بلا حدود وذلك بشراكة مع منصة ووتش إت المنصة المصرية الرائدة في المحتوى الترفيهي العربي والتابعة للمتحدة للخدمات الإعلامية صرح رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية حسن عبدالله بأن التعاون مع فودافون يأتي ضمن المنهاجية الحالية للشركة المتحدة والتي تستهدف الانفتاح على السوق والتوسع في نطاق اتفاقية التعاون والشراكة بما يسمح بنشر المحتوى الهادف والترفيهي عبر مختلف الوسائط الرقمية المتاحة كما تستخدف الشركة المتحدة إتاحة المحتوى بكافة أنواعه بما فيها المحتوى الرقمية لكافة شرائح المستخدمين شهدين بهذا الخبر نصل إلى خدم جولتنا الإخبارية شكرا على طيب المتابعة